بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله ارتفاع مرعب في عدد الاصابات في مصر يكاد يصل الى الالف اصابة ده الكلام ده في اخر 24 ساعة تابعوا معي الفيديو لانه عشان نعرف تقصير الخبر ونشوف موضوع تفشي الفيروس في الاسبوعين الجايين ولسه مشتركش بالقناة اشترك وفعل زر الجارة عشان يوصلك معانا كل جديد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس المصري لشؤون الصحة قال يوم الاربع ان زر والتفشي فيرس كورونا فمصر هتحل خلال اسبوعين يعني الاسبوعين الجايين دول يا جماعة هيكون زر والتفشي فيرس كورونا يعني كل اللي فات ده يعتبر كان تمهيد لانتشار الفيروس في الاسبوعين الجايين عشان كده الاسبوعين الجايين هيكون في قمة الاهمية لازم من الجميع يخلي باله من الاجراءات الاحترازية والخروج يكون عند ضرورة توقعات عوض تاج الدين خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا قال إيه بقى؟ طالب بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان وزارة الصحة المصرية أعلنت يوم الأربع تسجيل تسعمية وعشرة صابة جديدة في فيروس كورونا كانت المعدل زي ما احنا عارفين كان سبعمية وإيه وصل لتسعمية فقط تسعمية وعشرة يعني يا كاد يقترب من الألف وده يعتبر أعلى معدل من أول ظهور كورونا في مصر الوزارة سجلت تسعتاشر حالة وفاة جديدة ارتفاعا عن أربعة عشر كانت حالة الوفاة بتبقى تسعة سبعة دلوقتي بقت تسعتاشر حالة وكان اليوم اللي قبله كان أربعة عشر حالة وفاة ربنا يرحمهم ويشفي المرضى جميعا خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة الإجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بالفيروس لحد دلوقتي تسعتاشر ألف ستمية ستة وستين يعني أنا كاد نقترب من العشرين ألف إصابة من بينها خمس تلاف متين وخمسة تم شفاقها وخرجت من مستشفيات العزل وتمنمية وستاشر حالة وفاة عشان كده جماعة الاسبوعين الجايين دول في منتهى الخطورة ياريت يكون الخروج من المنزل عند الضرورة فقط مع طبعا الأخذ في الاعتبار التدابير الاحترازية زي اللبس الكمامة والتباعدة الاجتماعي كمان قالوا ان جميع المستشفيات العامة اللي هي تلتمية وعشرين مستشفى هتتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض وبناء على موقع اليوم السابع في بعض الأطباء قالوا ان الفيروس ده مصنع مش طبيعي تعان شوف كده قالوا ايه بالظبط الدكتور اديب وستاذ المناعة والطب التجديدي قال ان الفيروس ده صنع مختبريا وليس فيروسا طبيعيا يعني ده مش طبيعي ولكن صنع في المختبرات ان في دراسات اتعملت وابحاث اوضحت ان الفيروس لا يمكن ان يكون انتقل بطريقة طبيعية ما ينفعش ان هو يكون انتقل مثلا من الخفاش لانسان بطريقة طبيعية وقال ان قبل شهرين لم تكن لدى العلماء اي فرضية بشأن كيفية انتقال الفيروس ما كانوش عارفين ازاي بينتقل وكانت الفرضية كانت بتقول ان هو انتقل من الخفاش للانسان في سوق وهان الصيني المعكلات البحرية الكلام ده في ديسمبر الماضي ده كان الافتراض ان هو انتقل في السوق اللي هو موجود في السوق وهان الصيني من الخفاش للانسان اما الادلة على الفرضيات الجديدة بقى بتقول ان ظهر حالات اصابة بكورونا في الكرة الاوروبية قبل شهر 12 اللي فات وده اثبته بقى لما عملوا تشريح لجسمان المرضى في ايطاليا الكلام ده في شهر 9 وشهر 10 السنة اللي فات واوضح اساز المناعة قال ان انتقال كورونا لا يمكن ان هو يكون حصل عن طريق الخفافيش قال ان الفيروس الحالي سميه سارس كوف لان فيه نسبة 96% من التشابه الجيني بينه من فيروس سارس كوف 1 ندعو ربنا انه يرفع عنه البلاء والوباء قريبا ان شاء الله ويشفي المرضى من حول العالم عايزين يا جماعة بس نلتزم بالاجراءات الاحترازية ونحاول ما نخرجش غير عند الضرورة زي ما نشوفنا كده ايطاليا كانوا خرجوا وما حطوش في الاعتبار اوي الموضوع ده وزي ما احنا شايفين حصل الافات الاصابات ان شاء الله نعمل ان الموضوع الاصابات يقل وموضوع الوفيات يقل لحد ما يختفي ان شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم